ألو بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيدكم مبارك أيامكم سعيدة الصحة والعافية والرزق الحلال أربعة مثلثات اليوم عندي تدريب رقض المثلث هي كرة القدم رقض المثلث يدرب بدون كرة التأرين جيد فأنا وضعت الكرة مع كلها بالزاوية لاحظ والمسافات بين هذا المثلث أحسن شيء تكون عشرة ياردة لماذا؟ لأنني أدرب رقض الرشاق يعني فعشرة ياردة يصير بها تغيير زوايا حاد وهذا الذي يجعل الرقض السريع يسموه فحاضر شوف أو اللاعب من كل مجموعة عنده كرة دحرجة إلى القمع الأول يترك الكرة يثبتها مكانه بحركة وهي وينطلق إلى القمع الثاني ثم إلى القمع الثالث ثم إلى يرجع إلى الكرة مالتها كلها برقض السريع يعيدها لللاعب ستة مثل اثنين يعيدها لللاعب ستة وخلف مجموعة واحد يكون خمسة عمل العكس يكون ثلاثة عمل العكس يكون أربعة عمل العكس فاثنين راح خلف مجموعة واحد وواحد راح خلف مجموعة ثنين ثلاثة راح يرح خلف مجموعة اربعة وأربع أخرى في مجموعة العالم كلهم سوا يعمل زين ما في توقف أبدا من يستلم ستة ويستلم خمسة دون داح راجل القمع الأول يترك الكرة عند القمع ركض سريع مثلث يرجع للكرة مررها لنفس المجموعة اللي انطلقت منها وذهب إلى المجموعة البعيدة بس واحدة من أحسن تمارين التي أسست وجربت وعنوانها يكون لهاقة بدنية بكرة القدم هاي كرة القدم ولهاقة بدنية بكرة القدم وهذا يسموه الجلة راند ركض رشاق وهو من أركاض السرع اللي يهتمون بها مدربين لهاقة البدنية اللي لهم قدح المعلّفة هالي الأمور ووضع الكرة غير من ما يعرف بمظهر الفعالية فجعلها 100% كرة قدم بدون الكرة في ألعاب كثيرة أخرى فرقية وغير فرقية وحتى فردية وحتى في ألعاب القوة يستخدموننا يا رب ركض المثلثة هذا هو الفيصل في سؤال وردني عن هذا الموضوع رأى التبرين يعني غير مجرب من قبل فراب وكذا قلت لعندي أنا مؤسس أنا ديزاين أرمال فعاليات هذا اللي يعني أعمل عليه الآن ف الرقض المثلث أريد عشر ياردان مؤكثر لأن راح أضع الآن بعد تمرين على هذا الموضوع على رقض المثلث مع الكرة وبدون كرة واشرح لأن اليوم أول أيام العيد المبارك لسنة الفين واربعا عشرين عيد الفطر أنعم الله علينا ب إتمام شهر رمضان المبارك نسأل الله تعالى أن يتقبل مننا ومنكم طاعاتنا عبادتنا نيتنا الصلاة في تنظيف نفسنا من شرور الدنيا إن شاء الله كلها عبي يعمل أربع مرات أعطي راح ما انتهى التمرين ثم يرجعون كل مجموعة مكانها إلى الزوايا ينسوي نفس الفعالية نفس التكرار مرحلة ثانية نفس التمرين ابدي أول لعب من كل مجموعة رقض مع الكرة أو دحرجة سريعة ثبت الكرة عند العلامة الأولى ثم مركز المثلث انتبه عليك المثلث ظلع الأول ظل الثاني الظلث ما يروح للكرة مالتك يذهب إلى كرة زنيلة رقم واحد يعني رقم واحد من ثبت كرة وركض واحد اثنين ما يذهب إلى كرة يروح إلى كرة اثنين فأنا ثبت الكرة وركض ظلعين من المثلث الثالث باتجاه كرة زنيلة نفس الشيء يعمل اللاعب واحد نفس الشيء يطبقون أربعة وثلاثة وهكذا فاللاعب الثنيان مرر الكرة لللاعب خمسة ومن ثبت الله وهكذا اللاعب الثنيان مرر الكرة إلى 6 ومن ثبت الله أذهب إلى خلف المجموعة التي يضع مرره لها الكرة يعني أن واحد سيخ permits هكذا وعة مع الأول لكن لأن تمرير الكرة كل مرر كرة زميله وليس كرته التي ثبتها أولان اللهم صلي على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الجين تكرار أربعة يصير كل أحد عمل ثمان مرات أنا أنصح نصيحة لله مدردين يشتغلوا على هذه الفعاليات اللي اتطور عندك ما يعرف بالنهاقة اللعبة حلو أنه داحة عندك سريعة تترك الكرة تذهب ترك المثلث ترجع للكرة تمرر وتروح سريع خلف المجموعة البعيدة نفس الشيء أربع يشتغلون بنفس الوقت فنحتاج ما يعرف بالكوردينياتي موهمنت فيحاول اللاعب ينتبه للمدرب للمدرب تشوف البدن الصحة ما يقول غير كلمة كوكلي 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 سبيد 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 أكوريت أكوريت يعني باصل وضحر يعني ما ينط تعليمات وشي الراسة ومعرف شونه أي ألبع عند اللاعبين المتقدمين نعم هذه التمارين مناسبة لمراحل التطوير والكورة المحترفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته وإلكم بارك مرة ثانية آن وفوك الله شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر